اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية هحكي لكم حدوتة صغيرة لطيفة وفي نفس الوقت محملة برسالة يعني الحدوتة بتقول انه اللي حصل النهاردة تحديدا الست مراطي طيبة خدت بعضها وراحت على يعني ستور او سلسلة من السلسل الشهيرة الكبيرة التجارية الحاجات الهايبرات الكتير اللي موجودة دي فراحت على فرع من هذه الفروع عشان تشتري لنا بقى حاجات الشهر الجديد وشهر الرمضان وكويس انه رمضان جاي مع اول الشهر فتبقى متزبطة يعني ايه المهمة بتشتري الحاجات لقيت الاتي دخلت لجنة على ما يبدو انه دي اللجنة بتاعت مرأبة الاسعار خد بالك عشان في ناس ما كانتش مصدقة وهقولك اللجنة بدأت تعمل ايه مبدئيا ان اللجنة قعدت اربع ساعات واللجنة بدأت تلف على الارفف كلها في هذا المحل الضخم جدا علشان يشوفوا تواريخ الصلاحية بتاعة البضائع المعروضة ويشوفوا الاسعار ويتأكدوا ان الاسعار محطوطة تبقى للاتفاقات اللي اتعاملت ما بين الدولة مجلس الوزراء وما بين السلاسل والمجمعات وإلاخ إلاخ 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 طيب بس كده لا وخدوا بعضهم ودخلوا لفوا راحوا على المخزن بتاع السلسلة الكبيرة المعروفة وبدأوا واحدة يعني من السلاسل المعروفة ودخلوا المخزن علشان يتأكدوا هو التخزين اللي موجود تخزين علشان لما الحاجات تنقص من على الارفف يتم استبدالها ولا تخزين لغرض مش مزبوط طيب بعد كده انتوا عارفين السلاسل الكبيرة دي بيبقى في عندها كده ايه مكان كده للمخبوزات ويبقى الراجل قاعد شغالين أو يبقى الناس شغالين طازة بطازة زي ما بيتقال ويتحط العيش ويتحط مش عارف الكيكة ويتحط الكلام اللطيف ده كله فلحظوا الاتي رغيف عيش اللي احنا نسميه العيش السياحي بقى عيش بردة بس العيش السياحي أو الخبز الحر طيب الخبز الحر ده كان في هذه السلسلة بيتباع بثنين جنيه لما حصلت القصة بتاعة أسعاره وما أسعار رحت السلسلة دي رفع على ثنين جنيه ونص سبحان الله طبت اللجنة دي النهاردة فبصوا الرغيف ده بكام على الرف مكتوب اتنين جنيه ونص ليه؟ هو وزنه قد ايه؟ وزنه كذا اه لا ده الوزن ده يبقى بجنيه يعني اللي اتنين ونص دول تنساهم اللي انت غلتهم على الناس واللي اتنين جنيه أصلا مش من حقك تخليه باتنين جنيه والدولة قالت ان الوزن ده بجنيه سلاموا عليكم ويتغير التيكت بتاع السعر عشان يتحط سعر الجنيه ويطبق الرسالة بالضبط كده زي ما كانت مراتي بتقولي عايش يا ريس طيب أنا بحكي الحدوتة دي ليه؟ هو بالتأكيد شكرا لرئيس الجمهورية وشكرا للحكومة وشكرا لاجهزة المعنية اللي قاعدة عمالها بتشتغل لضمان ايه بقى؟ لضمان ان الوعود اللي قالها الرئيس واللي تعهدت بتنفيذها الحكومة تنفذ على قدم من وساق مفيش هزار اللي جان بتلف فيبقى النصيحة اللي أنا بقدمها لأي سلسلة لأي محل لأي سوبر ماركت بعد إذن حضرتك اللي جان بالطب كده مفيش هزار يعني ما بيكلم وكش بيقولك احنا جايين اهو سيبك من فاكل الفيلم بتاع الزمان الوزير جاي؟ لأ مفيش كده خالص اللجنة بتيجي سلامه عليكو راجع طيب فما فيش داعي حد يحط نفسه في موقف سيئ لأنه مش بس محرج سيئ ده واحد اتنين السيد المواطن حضرتك كده وانا بقولك والله ده اللي حصل النهاردة طيب حضرتك كده تبقى ضامن ان انت عايش فين؟ في دولة اللي بتقوله بتنفزه فلما نقول وزي ما الرئيس يقول يا جماعة احنا بنقولك احنا موفر لك كل حاجة ولما نقول ان فيه تخفضات يعني فيه تخفضات ولما نقول اسعار كذا مش هتزيد عن الحدود اللي احنا قلناها يبقى مش هتزيد عن الحدود اللي احنا قلناها عم سعد صديقي زميلنا العزيز حكى ليه على الاتي خد بعضه وراح يشتري لوازم رمضان طيب فراح على معرض اهلا رمضان موجود كده زريف لطيف في منطقة رود الفرج فعم سعد يحب الطمر جدا فاشترى شوية طمر الكيلو بكام؟ ب12 جنيه عم سعد برضه مش سهل خالص خد بالك فخد بعضه بعد ما اشترى الطمر ب12 جنيه خد بعضه وهو مروح في السكة قال يقف يسأل اسعار الطمر كام عند بعض المحلات الا ولا بتقول احنا اهلا رمضان ولا بتقول احنا مبادرة كلنا واحد هو شغال كده مع نفسه ماشي يلاقي الكيلو بكام ب24 جنيه فالرسالة بتاعت عم سعد شكرا يا فندم شكرا يا ريس على اهلا رمضان لو لاحظت انه كده نفس نوع الطمر بيتبع في المعارض والمبادرات بكام؟ بنص ثمن السوق يعني 50% لا 15 ولا 20 ولا 25 ولا 30 ولا 35 50% فرق عن سعر السوق او عن سعر التاجر الجشع احكيلكو على الحواديد بتاعة اللحمة السوداني واللحمة البرازيلي وبتتبع بكام؟ ولا ملاش اضيع وقتكو اكتر من كده؟ اظن الرسالة وصلت طيب الرسالة وصلت يعني مبدئيا انت لو رحت لأي مجمع ولو رحت لأي وطنية او لو رحت لأي امان حلو كده رحت علشان تشتري لحمة انت هتلاقي السعر 95 و 100 سوداني 100 برازيلي 95 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب لو طلعت ورحت اشتريت من بره من عند حد محترم هتلاقي الفرق بالزبط بالزبط 10 جنيه فرق في سعر الكيلو السوداني و 5 جنيه فرق في سعر كيلو البرازيلي يعني بيبيعوا البرازيلي بمية والسوداني بمية وعشرة انا لو منك اروح على وطنية واروح على امان ليه يا مولانا مضمون ومية مية بتاعنا بتاع الدولة ملكنا روح على اللي انت ضمنه وكمان سعره اقل يا دي الهنة شوف تاني حضرتك عاوز تحافظ على جيبك وتحافظ على المرتب وبالمناسبة تحافظ على العلاوة اللي نزلة في مرتبات واحد ابريل انا اقول لك روح على منافذ التموين وروح على منافذ الزراعة وروح على مبادرة كلنا واحدة اللي عملها الدخلية وروح على امان بتاعت الدخلية وروح على وطنية بتاعت القوات المسلحة وروح على المعارض بتاعت اهلا رمضان وروح للسلاسل اللي مشتركة معنا في اهلا رمضان واللي بيتفاتش عليها بالمناسبة برضو يعني اصلي خلي بالك اسهل حاجة دה انا اقول لك والله هذه السلاسل المشتركة معانا في اهلا رمضان بس ما بفتشش بقى ده انا بفتش اهو احنا شوفنا الشاشني بعنينا النهاردة تعبير الشاشني ده خلص من مئة سنة انا عارف بس يعني أنا بيستخدم عادة المصطلحات من بتاع الزمان المهم يعني فطبوا عليهم على كل أنا أقدر أقول أنا بني آدم سعيد سعيد بإيه بأنه الدولة عندما تعد فبتوفي باللي وعدت بيه ولما قلنا كل البضايع هتبقى موجودة يبقى كل البضايع تبقى موجودة ولما قلنا إنه مش هيتسب حد يحاول يتلاعب بالأسعار أي أقوات الناس لقمة عيشهم وأكلهم وشربهم يبقى مش هيتلاعب بحد النهاردة بقى كان في حاجات كبيرة بتحصل غير ده النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل السيد برونيو لوميار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ده حصل بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومع مجموعة وزرية الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وأكد سيادة الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا وأعرف فخامته عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد وفي ضوء الزخم المتواصل اللي بتشهاده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإيه كمان؟ وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال مشروعات قومية عملاقة أيضا التحسن في المناخ الاستثماري اللي احنا قاعدين بنجري فيه مش بقولك بنخط وفي خطوات ثابتة مؤكدة لا ده مش بس كده وكمان شبكة البنية التحتية شديدة الحداثة وده اللي حاصل أظن كلنا نلمس ده تالت وامتلت طيب من ناحية تانية وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بينقل التحية إلى السيد الرئيس تحيات طبعا الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون وبيأكد أنه بلاده حريصة على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات اللي من شأنها أنها تصب في صالح العمليات التنموية اللي بتحصل في مصر خصوصا في ظل الجهود اللي مصر بتبزلها على كافة الأصاعدة من خلال إي بقى إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية وده رأي الجماعة الفرنسوين ورأي الاتحاد الأوروبي ورأي الأمريكان وظن نتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بالإضافة لدور مصري محوري وأساسي وراكز سابت في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا في الشرق الأوسط وخد بالك بقى ده تعبير الوزير الفرنسي وشرق المتوسط شدد الوزير الفرنسي على أهمية زيارة أو الزيارة الحالية دي للقاهرة باعتبارها البداية الحقيقية للتنفيذ الفعل للمشروعات الكبرى الوردة في حزمة التمويل الشاملة واللي تم التوقيع عليها ما بين البلدين في يونيو عشرين واحد وعشرين يعني من حوالي تمن تسعة شهر كده طيب اللي أنا عايز أقوله لك يا باشا عزيز المواطن الباشا المحترم عزيزتي المواطنة البشوية المحترمة برضو هو فرنسا عندها أي مصلحة من إنها تتكلم إيجابيا علينا دون سبب يعني تجاملنا في المطلق يعني تقول علينا شطار وكويسين وهنعزز التعاون ونعمل مشروعات اقتصادية عملاقة علشان إيه مثلا عشان لولنا خامري وعنينة سودا ولا عشان دي مصالح عشان دي مصالح عشان ده شغل عشان فرنسا بتدور على مصلحته ومصر بتدور على مصلحته عشان فرنسا هتستفيد من الاستقرار في الشرق الأوسط ومصر تستفيد من الاستقرار في الشرق الأوسط مصر تستفيد من استقرار شرق المتوسط اللي هو خلقته مصر من أول وجديد وقعدت صياغته من أول وجديد ورتبت أوراقه من أول وجديد وبنت أعمدته الرئيسية المين بيلرز زي ما بيتقال على رأي المهندسين من أول وجديد وفرنسا تريد ذلك قطعا الله يبقى عمليا في مصالح مشتركة ما بين بلدين كبار البلد الكبيرة بتاعت المنطقة والشقيقة الكبرى في الاتحاد الأوروبي طيب بيشهد هذا اللقاء تباحث حول تعزيز بقى سبل التعاون ما بين فرنسا ومصر أو مصر وفرنسا على المستويات التجارية والاقتصادية إلى جانب الإيباءة تعظيم استثمارات فرنسا عندنا في مصر من خلال زي ما بقولوك كده تنفيذ المشروعات المختلفة القومية في مصر قطعات النقل وتصنيع العربيات الكهرباء والبنية التحتية والزكاء الاصطناعي في مصر والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهايدروجين الأخضر اللي هو أحدث حاجة في ثورة الطاقة الخضراء على مستوى العالم بنعمل مصنع كبير قد كده عند قناة السويس طب هقولك إيه؟ إمبارح كنت بقولك هي مصر ما بتقفش ومش هتقف ولو حصل في الأمور أمور زمان شيء ما بقاش حصل قبل ونسبة أنا عندي طلب لدكتور مصطفى مدبولي وأنا عارف إنه هو مهتم بالحكاية دي جدا عادة الوجه الحضاري للقاهرة مدان العتبة الخضرة يا فندم والنبي يعني يا دكتور مدان العتبة الخضرة ده عايز نظرة وأنا عارف إنه هو أكيد موجود كده في البايبلاين يعني هو في الخطة بس يعني العمارة بتاعة تايرينج ولا تيرينج اللي هي في مدان العتبة الخضرة العمارة الحلوة الجميلة التحفة دي ولا العمارة اللي تحتها حلاوة يعني لا يحسب إعلاني العمارة مش عارف اسمها إيه بس يعني مثلا ما هو مش معقول يبقى في عندي مبنى البوسطة والمطافي العظيم المهيب اللي تجدد وبقى زي الفل يبقى كده هو مثلا على يميني وأنا رايح ناحية الأزهر والحسين وعلى شمالي وضع مختلف خالص معلش يا دكتور بنتقل عليكم في الحكومة حبتين بس طموحاتنا ومحبتنا البلدنا كبير شويتين برضو فأنا أستأذن أن احنا يعني لو يبقى فيه فرصة كده نبكر بعملية إعادة الوجه الحضاري لمدان العتبة الخضرة أبقى شاكر أنا وملايين المواطنين خليني أخدكوا بقى ونروح على تقرير لطيف جدا 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 كنت قدعم ما لبتفرج عليه قبل الحلقة تقرير رائع نظمته بالمناسبة وزارة الداخلية يعني نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية واستضافها وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفستات عارفين البحيرة دي؟ لكانت زمان حاجة تانية خالص دلوقتي بقت مكان تنظم فيه بطولات كبيرة مش بس على مستوى الجمهورية عنا عايز اقولك انه لو الداخلية واتحاد الفروسية عاوز ينظم بطولة عالمية هناك ده تتعامل تلت وامتلت وشكلها يشرف الحقيقة قامت الوزارة بتطوير هذا المكان وبتوجهات من السيد رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا لدعم هذه الرياضة لكل المصريين شوفوا التقرير وبجد ألبك هيفرح يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم الرياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في ودي الفروسية الموضوع بقى فارق معنا قوي لأن المكان مجهز بكل الخدمات اللي إحنا محتاجينها هذا المكان يصلح نتعام فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا على مدار سلاسة أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمصابقة قفز الموانع و14 فارسا لمصابقة الترويد و41 فارسا لمصابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة تخلل فقارات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع سعيد جدا جدا بمستوى التجهيزات الموجودة في المكان سواء مدرجات الجامعة التي تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات التي تحصل فيها أنا مبسوط جدا أن أنا معكم النهاردة وسعيد بيط وسعيد قرم الدياس تم إعداد استبلات ذات سعة كبيرة لإواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم فضا عن سيارات قهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاب بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أحنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار، إكس ري، رانين، شوف ويب بتأهلنا اللي احنا ندخل في أي حالات طرقة شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقا لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافسا بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويق في رياضات قفز الموانع والترويد والتقاط الأوتاد موسيقى موسيقى ده طريق مفتاح الأرض التي تتكلم بالأرض هايلة تجهيز هايل الأرض مغفرالي التي استبدأت بي كلها مغفرالي استقاف الحصان مغفرالي استقاف الخطوة إن أنا عارف أتحرك فوق الحصان مكان هايل كمانجمنت كإنشاءات كنظافة ومشاء الله حاجة يعني يتشرف إنها تكون موجودة في مصر وقد عكس آداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية الشاكل بصراحة حلو جدا والأراضي نظيفة جدا 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 والنادي نفسه بصراحة حلو فالأرض يعني من كتر مقيمة نظيفة وحلوة تحسلك اللي هو إجري الحكام جهز لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد أفضل حاجة لنا ببقى محتاجها اللي هي الرؤية الجيدة للمكان شايف جميع الاتجاهات بتاع الفرس من أول دخوله من أول خانة التسخيم لغاية خانة المباراة نفسها وقد أشهد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واستبلات مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به جهد فظيع من وزارة الداخلية ومن الزباط هنا ومن الزمين كويس كل إمكانيات موجودة أي حاجة نطلبها بنلاقيها بطولة منظمة جداً حتى الناس استقابلتنا حلوة جداً والزباط اللي هم البنات وضعوا علينا مرضاً حاجاتك فلا أفر أول يعني مكان مجرد توح في أكتية يعني ما شاء الله مستبلات كويسة مستريح في بوكسو كل حاجة موجودة الوكر موجودة يتماشى في الخيل دي أهم حاجاتها في الحزين الخيل بعدما ينتخلص ما بدأ الفصائص ما نمشوق على أديهم فيه وكرز ممكن تمشي فيها أرض تسخينة قريبة من الأرض البطولة مستبلة قريب برضو من الأرض مكان واسع وفيه قتال حلو وفيه مطعم حلو جداً مكان بصراحة فيه كل اللي تؤهله أنه يبقى مكان دولي الملعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة والموزعة بشكل مناسب وفقاً للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال رياضة الفروسية فيه مدربين على أعلى مستوى بيدربونا وما بيبخلوش علينا بأي معلومة وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية حاجة تشرف الواحد بيبقى سعيد هو بيجي هنا بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا تطورات طبعاً كل الناس شايفينها ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي تفاعليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد بصوا بقى في قارات فعلاً يعني حلوة وأنا أعتقدها قرارات شديدة الجرأة وفي نفس الوقت هي بترفع من على كهل المواطن طول الوقت والدولة هي اللي بتشيل القصة كلها يعني على سبيل المثال وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إيه؟ على منح أنتم مستنين حاجة؟ هحكيه لك أنا طيب أقرهولك أنا منعني المجلس أسف الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية يعني إيه مستحقات مالية؟ يعني حضرتك عندك مستحقات مالية عندك شيكات عندك كنبيالات تستحق للهيئة طيب وما سددتش أدي واحد طيب أتحط عليك غرمات يا دين النبي طيب وبعدين وافقوا على إسقاط تسعين في المية في حال إيه؟ سداد كامل المتأخرات آه كامل المستحقات المتأخرة سددتها هنشيل تسعين في المية من الغرامة في أحلى من كده طيب كذلك القرار ده يتضمن الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها تطلع الأراضي دي الغرض السكني الغرض التجاري الغرض الخدمي الغرض الاستثماري الغرض الصناعي طيب فيلات وحدات شاطئية مقامة بمعرفة الهيئة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وده لمدة يعني عندك كده مهلة ثلاثة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية مش أقولك حتى بالجريدة الرسمية بالصحف اليومية وأدينا بنقول نحن يا جماعة نعلن الحاضر ونرجو من الحاضر أن يعلم الغائب خلونا ناخد معنا على التليفون سأل مهندس عمر خطاب متحدثا باسم وزارة الإسكان أهلا بيك يا مش مهندس أهلا بيك أهلا بحضرتك يا فندم إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله تمام يا فندم الحمد لله أصدق وداني ولا ما صدقهاش؟ لا أصدق يا فندم وإن شاء الله يعني نرجو التوفيق لكل السادة الحاجزين في مشروعاتها إلى المجتمعات إن شاء الله يا رب اشرح لنا فندم يعني بتبسيط وبشيء من التفصيل إيه اللي هيجرأ؟ لو افترضنا أنه يوسف عنده وحدة أو حطة أرض أو شالية تابع الهيئة هيحصل إيه؟ يعني بتبسيط وتفصيل سريع سيد يوسف طبعا زي ما حالك تفضلت وده مثال جميل جدا أنا عندي وحدة أو فيلا أو قطعة أرض أين كان نشطها فتعثرت بسبب الظروف الكورونا وبسبب الظروف الاقتصادية اللي بنور بيها البلد والعالم فالحمد لله يعني بنجد في حضرتك من غرامات التأخير اللي بتوقعها عليك الهيئة بمجاب القوانين في مقابل أن حضرتك تدد كل المتأخرات يعني حضرتك لو رأس تدد إيه ستلاقي عليك غرامة عليك مثلا إسطين أو ثلاثة متأخرين فالغرامة دي هيتم إعفاءك منتفنين في المئة منها لو حضرتك راح تتسدد المتأخرات دي ده بيشجع الناس اللي عندهم تعصر أن هم يروحوا يستددوا المتأخرات إنه مبلغ المتأخرات زي مبلغ الغرامات ده بيخليه يصعب عليه الموضوع أكتر تفضلت طبعا قلت يعني هم بنتكلم في حالات تكنية إدارية مهنية محال تجارية قطع أراضي بمختلف أنواعها لو كانت تكني أو تجاري أو خدمي أو استثماري أو صناعي كمان أي فإحنا طبعا بنتعامل في حوالي يمكن أكثر بنادعين مدينة جديدة عن مصرحات المجتمعات وبنتعامل مع قطع كبير من المواطنين وكلنا مصريين وكلنا تأثرنا طبعا بالظروف المرت دي كلها طبعا ومن هنا جي قرار طبعا بجل تدارية هيئة المجتمعات برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إنه ده ممارسة بنعملها بالتمرار الحمد لله علشان نقدر نرفع عن عبء المواطنين اللي عندهم مستحقات ومفيش نية للعدم استداد هم الحقيقة كله بقى عايز يسدد بس المبلغ بيزيد مع الوقت ومع الغرامات الموضوع بيبقى أصعب أكتر وبيتعقد أكتر وبيحصل فيه إجلاءات خرونية طيب ده كويس فطبعا بيخلي الموضوع صعب على المواطن إنه هو يكمل بقى سداد الوحدة نفسها ويتعثر وفي نتجتها بيكون تحب الوحدة في الآخر وده طبعا إحنا مش عايزينه طيب يعني الكلام ده في حال أي مستحقات أي أن كان عدد الشهور المتأخرة يعني لو افترضنا مثلا إن أنا متأخر 8 تشهر 9 تشهر ما بدفعش وتركمت علي الأقصاط زائد الغرامات أنا النهار ده أقدر أروح للهيطة مضبوط فندم كل المتأخرات القديمة بشاملة هذه الهيطة إن شاء الله وكمان ذهبنا أبعد من كده إن لو في حالة كمان إن فيه قرارات بإلغاء لعدم تهد المستحقات بس ما زالت الوحدة في حوزة العميل من حق إن شاء الله تشيرت دسري عليه ويحيقول الوحدة ترجع له بإذن الله يعني إحنا ذهبنا أبعد إنه هو كمان معلومة أخرات بس يعني لو أنا يعني لو أنا كان علي مستحقات وغرامات قدت إلى إنه الهيئة سحبت مني الوحدة لو أنا رحت سددت المستحقات كلها هتسقطوا عني 90% من الغرامة وترجعوا لي الوحدة تاني مظبوط يا فاندوم بس طبعا فيه شرط أساسي إحنا بنحب نوضحه مع دائماتياتك دائما إن التأثيرات دي كلها متبقة لكل الحالات اللي ذكرناها بس بشارط إنه يسدد كامل المتأخرات ولو كان فيه أي دعاوة قضائية ضد الهيئة طبعا إن شاء الله بيكون فيه تنازل عنها طبعا ومستثنى بس من التأثيرات دي القطع الأراضي اللي هي بنضام الشراقة مع هيئة المجتمع آه يعني الاستثناء الوحيد هو لو قطعة الأرض شراقة مع الهيئة آه يعني فيه مشروعات شراقة مع هيئة المجتمعات مشروعات تطوير عمراني دي مستثناء من هذه التأثيرات لكن طبعا كل اللي احنا قلناه في البيان ده إن شاء الله ينطبق عليه كل الحالات اللي قلنا عليكم إن شاء الله ده كلام جميل أهو والله يا باشموندس أنا عايز أشكركم جدا وشكرا على هذا القرار يعني حيوا أنفسكم واحد واحد بصراحة أشكرك جدا باشموندس عمر خطاب المتحدد باسم وزارة الإسكان واخد بالك من نقطة أنا حيب بص لي بص في الحاجات دي كويس من ضمن الوحدات اللي مشمولة في هذا القرار هي الوحدات الصناعية يعني لو أنا واخد مصنع الجمالونة هو أنا خدته طيب وبعاديا أنا تأخرت عن السداد أو واخد أرض علشان غرض صناعي حضرتك متذكر قرار مجلس الوزراء كان متخذ قبل كده بخصوص إيه بخصوص الوحدات الصناعية إنه الدولة هتتحمل الضريبة العقرية عن المصانع يعني كده الدولة تتحمل الضريبة العقرية عن المصانع لمدة ثلاث سنين وكده الدولة تسقط الغرمات أنا وبتكلم على المصانع بس تسقط الغرمات المستحقة أو تسقط تتسعين في المية من الغرمات المستحقة على مالك وحدة صناعية أو أرض لغرض الاستخدام الصناعي في حال سداد كامل المستحقات اللي متأخرة أيا كان حجمها أيا كان عددها أنا شايف كده كتير بصراحة يعني ده احنا مدلعينهم قوي ماشي المواطن المصري من حقه يدلع والمستثمر المصري على عيننا وعلى رصنا وبالذات من يعملون بالصناعة والإنتاج وأتمنى أنه دايما يبقوا شايلين بيني وبينكم يعني الجميلة دي ونشتغل بما يرضي الله ده واحد اتنين ونسدد ضريبنا بما يرضي الله تلاتة أنا عايز منتج من بتاع تصدير يا جماعة عايز منتج من بتاع التصدير أنا كمواطن نفسي أشوف المنتج اللي بتصدر لأوروبا عايز أشوف المنتج اللي يتصدر لأسيا وإفريقيا وأمريكا أنا عايز المنتج المصري يتصدر في كل حتة ده مكسب ليك ومكسب للدولة ومكسب لي أنا كمان وأنا كده مش هتطر أشتري مستورد من المنتج بتاعي بينافس طيب تعالي نشوف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إيه؟ نشر تقرير مهم جدا بيتضمن إنفو جراف الإنفو جراف ده بيصلت الضوء على جهود الدولة والخطوات الاستباقية الخطوات اللي خادتها الدولة مسبقا لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية لئي الأزمة بتاعة روسيا أوكرانيا طيب التقرير ده عمل إيه؟ بدأ يشتغل على أولا التوجهات التوجهات الرئاسية اللي بتهدف لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة أثار الأزمة اللي بتشمل بقى الإعدادة بصدق تعالى نخدها واحدة واحدة كده ومش هطول عليكم هم 12 ورقة بسنها يعني هاخدهم معاكو بسرعة وأتمنى بس زمالي يبقوا عارضين الحاجات دي قدامنا كمشاهدين يعني على الشاشة تعالى ناخد أول حاجة التوجهات الرئاسية لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة أثار أزمة روسيا أوكرانيا واحد إعداد فوري لحزبة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري أنا لسه حكي لكم على اللي بيحصل في السلاسل وإزاي الدولة قاعدة عمالة بتراجع وبترائب وخفضت أسعار ده على سبيل المثال طيب اتنين على نفس النقطة لسه أنا بتكلمكم على موضوع الحاجات اللي بتتقدم للمنشآت الصناعية بل وأراضي لاستخدام الصناعية يعني حاجة عظمة على عظمة طيب تعالى نشوف مثلا على مستوى الأمح الدولة منح تحافظ توريد إضافي لسعر أردب الأمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزرعين على توريد أكبر كمية ممكنة وخدوا حافظ حلو طيب وتم التبكير كمان بالمناسبة بتاع التوريد حلو العمل على تنويع مصادر توفير السلعة الغذائية الأساسية والسعي نح وزيادة المخزون لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر عارف حضرتك يعني إيه لا تقل عن ستة أشهر مفيش دولة في الدنيا عيشة من غير استيراد حلو؟ طيب بتليل إنه جماعة الأجانب كلهم بيقولك يا جماعة الأزمة دي تتسبب في أزمة عالمية على مستوى الغذاء طيب مفيش دولة خلال الست شهور مش هتشتري خالص يعني لو افترضنا جدلا لقدر الله إحنا مش جمهورية مصادر العربية سيدي إحنا نبي هاليا على رأي صلاح أبو سيفة الله يرحمه في فيلم البداية ففي نبي هاليا إحنا عندنا مخزون يكفينا ستة شهور ده لو أنا ما بشتريش حاجة خالص ومنغلق على نفسي تماما فأنا ستة شهور في الأمان هذا اللي يمنع عندنا خلال الستة شهور بالتأكيد ممكن هذا هابو أستورد هذه البضاعة وهذه السلعة وهذا المخزون وهكذا فأنا في التمام ستة شهور ده حاجة كبيرة مش حاجة قليلة طيب تعالى نتكلم على إعادة ولادنا اللي كانوا موجودين في الجامعات الأوكرانية وإزاي إحنا خدناهم عدد طلبة المصريين اللي عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة ووصول الطائرات المصرية بيهم إلى مطار القاهرة إلا من أراد أن يستمر في أوروبا لحين انتهاء الأزمة يعني اللي خد القرار طيب أنا فاكر كويس جدا أنا سألت في ده السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج وقالت لي إلا اللي طلب أنه هيفضل موجود ده كان قراره هو تعالنا نشوف بقى كمان استكمال المراحل انتم شعطيني الحاجة على الشاشة لي يا جماعة عايز المشاهدي يشوف استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع كويس الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزين لها مصر جماعة كانت زمان آخرها يعني قبل مشروع الصوامع ده نخزن أظن مليون ونص حاجة كده إحنا النهاردة أظن نفوق الخمسة مليون ونص أو الستة مليون طيب التنسيق بنكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة وأنا لسه حكي لكم الحدوتة من السلع الغذائية إياها دي أو يعني السلسلة اللي بتبيع الحاجات الكتير بالمناسبة سلع غذائية وغير غذائية طيب هل بس كده؟ لا ده الدولة بدأت تشتغل على توزيع كراتين رمضان ومواد تموينية وما إلى ذلك ومسألة الجهد اللي بتبزله الدولة علشان إيه؟ علشان السوق يتظبط يتعدل وتتشدد الرقابة على منافذ البيع تشديدة تشديدة يعني واللي مش هتظبط هيتقدر ما هنعمل إيه؟ طيب التوجيهات كمان شملت إيه بقى؟ تعزيز جهود ضبط السوق زي ما كنت بقولك وتجيد الرقابة تسعير رغيف الخبز وحكيت لك على اللي حصل في هادي السلسلة السلسلة بتبيع رغيف باتنين جنيه وقال لك طب هنخليه باتنين جنيه ونص فتيج اللجنة وتراجع هب فجأة خبط لزق من غير لإحم ولا دستور وريني يا ابني لا إيش ده؟ بكام الرغيف ده؟ باتنين جنيه وزنه كام؟ كذا ارجع على جنيه أصلا يا فندم دا احنا كنا بنبيعه باتنين ماليش فيه القرار بجنيه سلام عليكم تعالى بقى ناخد لجنة حكومية لمواجهة تأثيرات الأزمة طيب الإجراءات اللي اتخذت من قبل هذه اللجنة الحكومية والإجراءات بتاعت توفير مخزون آمن من الأمح لجنة مواجهة تأثيرات الأزمة تم تشكلها بشكل رسمي واجتماعاتها تبدأ تنعقد بشكل أسبوعي في فترة الأزمة دا تمنى إنه لا تطول هذه الأزمة على الإطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية طيب بتعملي اللجنة أولا بتعمل عملية تقييم للتطورات أو البول مش بس كده وتبدأ تاخد الإجراءات في ضوء هذه التطورات أو المستجدات حلو في 36 مليار جنيه يا مولانا خصصتها الدولة لشراء 6 مليون طن أمح محلي مستهدف استلامه ما أنا صوامعي؟ ما قد تقدر تخزن الكميات دي؟ نحن صوامعنا زمان كانت تعبانة قوي طيب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن اللي بتحددها وزارة التموين ويمنع منعا باتا تداول الأقماح خارج نطاق الأماكن بتاعت التخزين اللي بتحددها الوزارة طيب حصل قرار وزاري مشترك ما بين مين؟ وزارة التموين ووزارة المالية ووزارة الزراعة بيقول إيه يا جماعة هنبدأ موسم توريد الأمح المنتج محلية لسنة 22 في أول إبريل بدل من 15 إبريل آه ده شيء رائع جدا طيب بالمناسبة يا جماعة الدولة تقول أنا عايز مصادر الواردات بتاعة الأمح يتم تنوعها ده من بادر إحنا شغالين على ده ما استنناش أزمة روسيا وأوكرانيا فبقينا عندنا 15 مكان نستورد منه أمح إن أردنا طب هو الحافز بتاع الأرداب قد إيه؟ الحافز بتاع الأرداب فندم 65 جنيه على كل أرداب لو حضرتك مزارع أو عندك قرأي مزارعين إلى آخره اسألوا على هذا الحافز وهتعرف قد إيه الحافز ده بالنسبة له؟ مزيكة مزيكة يعني الحافز يتحط اللي هو الـ 65 وكمان أبدر فالفلوس تخش جيب المزارع من البدري بدري عشان يبدأ يورد من 1 إبريل ويقبط من 1 إبريل طيب تعالي نرجع على إيه كمان بقى؟ صدور القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بيقول إيه؟ بيقول تنظيم التداول والتعامل مع الأمح المحلي في موسم حصاد 22 من خلال الالتزام بإيه؟ بـ 12 أرداب من محصول الأمحة عن كل فدان عشان محدش برضو إيه؟ أحياناً نفس أمارة بالسوق هنعمل إيه؟ بيقول لك أنا هورد 8 أرداب هورد 5 أرداب لا بعد إذنك هتورد لي 12 أرداب عن كل فدان وده الحد الآدنى هتورد أكتر أهلاً وسهلاً حبك يا زين وتاخد الـ 65 جنيه عن كل أرداب زيادة هتورده بالمناسبة الـ 65 جنيه دول على كل أرداب من أول أرداب من الأرداب رقم واحد حلو حظر البيع بتاع إيه بقى اللي بيتبقى من الأمح اللي نتج عن موسم الحصاد بتاعنا بتاع إبريل 22 لغير جهات التسويق إلا بعد ما أخد التصريح بتاع وزارة التمويل فبعد إذنك عزيزي المواطن المزارع الهمام العظيم صانع حضارتنا العظيمة في مصر القديمة أرجوك أرجوك ما تعملش حاجة غير لما تاخد إذن وزارة التمويل حضرتك عندك حد أدنى 12 أرداب عن الفدان حضرتك بتاخد الحافز بتاعهم 100-65 جنيه على كل أرداب حضرتك عايز تورد لنا أكتر يا سلام سلم أهلا وسهلا حضرتك عاوز تتعامل على على بقية الأمح اللي موجودة عند سيادتك تاخد تصريح وزارة التمويل ده في الأول تعالى بقى نشوف إيه الدولة نجحت في إيه في اللي هي بقى إيه المخزون الآمن من السلع لتلبية احتياجات المواطن ونشوف نسب الاكتفاء الذاتي احنا عندنا اكتفاء ذاتي يا يوسف أيوة يا فندم عندنا اكتفاء ذاتي أو الله العظيم بص تعالى ناخدها واحدة واحدة أنا عندي نسبة اكتفاء من الأمح أمحي أنا بتاعي أنا 65% كنا فين وبقينا فين يا كرام فلما الرئيس قال لك اللي حصل في مصر خيال هو خيال ماهو يا راجل يا طيب لما تعد طول عمرك عندك ساعة تخزين طول عمرك طول عمرك احنا بنزرع قمح من قدماء المصريين أقصى ساعة تخزينية كنا وصل الله أظن لحد 2015 ولا آه 14-15 واحد ونص مليون طول عمرك من 8000 سنة لحد 2015 اجمالي ساعتك التخزينية واحد ونص مليون فأنت تيجي في سبع سنين وأنتو فاكرين أيام أزمات السكر أما كنت تقعد تلف على السكر مدينة بحالها عشان تجيب كيلو ماشي عندك مدة التغطية بتاعت السكر بالمناسبة أربعة ونص شهر يعني أربعة وشهر وأسبوعين تغطية شاملة أربعة ونص شهر الزيت عندي 30% زيوت وعندي مدة التغطية ست شهور تعال على اللحمة الحية نسبة الاكتفاق بتاعي 57% يا دين الناب أنا لو قلت لك كنا إيه طيب عندي اكتفاق من اللحم الحية بإذن الله سبحانه وتعالى 9 شهر الدواجن الدواجن مصر كانت زمان بتستورد الدواجن على قفة من يشيل إحنا مرة استوردنا فراغ فازدة ووراق سؤور أنا فاكر أيام كانت القضايا الشهيرة بتاعة توفيق عبد الحي طيب 97% اكتفاقك الزاتي أو نسبة اكتفاقك الزاتي من الدواجن عندي ما يغطيني 6 شهر ونص أو الله العظيم تعالى بقى تشوف التعقدات وانا قلت لك إيه ما هو أكيد ويرد أن أنا أشتريه في النص يعني عايز أشتري حاجات ما هو أن الحاجات دي كده مش مية مية لا عندي حاجات مية مية الرز مية 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 في المية اكتفاق وعندي مخزون يغطيني 6 شهر ونص الماكرونة مية مية وعندي مخزون يكفيني 5 شهر التعاقدات الحكومية بقى على السلعة الاستراتيجية من بداية العام المالي اللي هو في يوليو 2021 عندي تعاقدات بـ 4 و 4 من 10 مليون طن أمح عندي 29 و 30 ألف طن لحم حية ومجمدة عندي 11 ألف طن دواجن مجمدة عندي 175 ألف طن مكارونة عندي مية وستة ونص ألف طن رز عندي 713 ونص ألف طن زيت خام محلي ومستورد عندي 300 ألف طن سكر خام مستورد من اكتفاق ذاتي سكر 97% بعد ما والله كان فيه أيام تلف محافظتك ما تلاقي سكر غير عند الحبايب ويطلعه لك بالعافية يعني كان يطلع لك كيلو بالعافية ويبقى مجملك يا دين النبي ده المستورد الخام بتاع أسف الأبيض المحلي بتاعي عندي 1 مليون و 200 ألف طن سكر أبيض محلي طيب علشان كل هذا المخزون الحمد لله والشكر لله لربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيه لأنه اسعى يا عبد صح؟ العبد في التفكير الرب في التدبير الفضل ربنا أولا العبد فكر فالدولة فكرت وقالت نشتغل ابني في صوامع نخزن ازرع اعمل صنع وهكذا آه وربنا كرمنا والحمد لله آخر كرم طيب علشان بقى بعد ما عملنا كل ده طيب إحنا لازم بقى وإحنا بنشتغل عليه وبنترحه في الأسواق نضمن ضبط السوق فتشوف بقى أنه الدولة زي بتتوسع في إقامة المعارض والمنافذ علشان حضرتك تقدر تحصل على هذه الأسعار مهانة زمان ما كانش عندي منافذ كفاية أول الله العظيم خالص ما فيش كفاء خالص إحنا من قلة المنافذ أنا عايز بس رجعت للأفلام بتاعت السبعينات وتمانينات وتسعينات وألفنات الأفلام الأفلام مش أقولك الواقع الطوابير اللي قدام الجمعيات ومحاوب قلات التموين طوابير إيه تسد عين الشمس طالنهار ده لسه بتشوف طابور قدام جمعية ولا منفذ وبتاعة ده أنت لو شفت طابور بتشوفه علشان خطر الأسعار حلوة فالناس بتجري عايزة تشتري منها تعال نشوف تقديم موعد معرض أهلا رمضان على سبيل المثال ماهو الدولة ولا ما بتفكرش فيك ما كانتش شغل الدماغ هيعني طيب فييجي إنه أهلا رمضان يشتغل من إمتى من خمستاشر مارس فيتم طرح كل السلع بالمناسبة بتخفيضات في أهلا رمضان من خمسة وعشرين في المية لخمسة وثلاثين في المية طيب تعال نشوف كده الاتفاق اللي اتعامل ما بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية علشان إقامة المعارض الدائمة طول العام ما انتها تيجي تقول طب أهلا رمضان ده مستمع لحد إمتى يوسف ما أكيد بيبقى له مدة هقولك طيب وماذا عن المعارض الدائمة صديقي عزيزي أخويا سيدي المواطن وبقولها من قلبي والله لا ده احنا عندنا جماعة حاجة اسمها المعارض الدائمة وتبقى موجودة في كل المحافظات حلو جميل يبقى الانطلاق من محافظة الجيزة أولا وبتخفيضات تصل إلى 30% ده انطلاق ده أنا بقولك هيبقى في كل المحافظات تعالى نروح بقى على الشوادر عندي 15 ألف شادر في مصر 15 ألف شادر في مصر اقسم يا يوسف على السبعة وعشرين محافظة والله لا اقسمها لك وإحنا قاعدين مع بعض ده انت حبيبي حبيبي 15 ألف على سبعة وعشرين روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر يعني كل محافظة فيها 555 شادر ونص الـ 565 ها 56 همشي هلك يا عم هجبر أنا نصد علي أنا 555 شادر في كل محافظة ألا يفي ذلك طيب هل إحنا نكتفي بذلك فقط ده دي شوادر الدولة لا المجتمع المدني أقام أيضا 900 شادر تعالى بقى على المنافذ 7000 منفذ إجمالي المنافذ التنمونية ضمن مشروع جمعيتي في كافة أرحاق الجمهورية تعالى بصوا أنا مش هطور عليكم انا أقولكم بس هي الورقة دي علشان دي هي ايه من ضمن الحاجات اللي هي مهمة جدا 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 لحضراتكم بجد عشان بس انت بقى عارف وانت بي متخلي حد يقعد يقول لك في دماغك يا رجل طيب ما انت بتبقى صاحب من صباحية ربنا بتجري على لقمة عيشك وبعدين تعدي عشان تشتري لوازم البيت أو المدام بتعدي تشتري لوازم البيت يعني انت بتشوف الحاجة بنفسك طيب 172 منفذ سابت 21 منفذ متحرك ومعرض تابع لوزارة الزراعة لتوفير السلع المختلفة بالأسعار اللي بتقل عن مثيلتها في الأسواق التخفضات بتاعت منافذ الزراعة من 20 ل 25% تعالى عندي بقى عندك يا سيدي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عاملك 1200 منفذ متحرك العربيات الشهيرة اللي أصبعنا حفظنها صم خلاص عارف العربية دي وطنية زي ما بظبط كده الكشك ده أمان صح ولا أنا غلطان خليك حقاني طيب 1200 منفذ متحرك و212 منفذ ثابت وطنية 62 مجمع وفرع تابع لجهاز الخدمات العامة لقوات المسلح ده كده غير المنافذ المتحركة والثبت 62 طيب تعال 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل تم توفيرها علشان نبيع بأسعار مخفضة تعالى لي في 15 مارس بقى بدأت المرحلة 22 بتاعت ايه كلنا واحد اللي عملتها وزارة الداخلية بأسعار مخفضة بالإضافة لتوفير مختلف السلع في كل مجمعات ومنافذ شركة أمانة تابعة لوزارة الداخلية ايه ده هو كل مصر شغال علشان المواطن يعني نفهم انه تبقى وزارة التموين ووزارة الزراعة الجيش شغال علشان خطر المواطن والداخلية شغال علشان خطر المواطن والتنمية المحلية بتتبع مع كل الوزارات وتنصق معها علشان خطر المنافذ بتاعت المواطن انا حب اكلمك عن 6 مليون كرتونة رمضان ولا 3 انواع من اللحوم بيتم ترحاها بأعلى درجات الجودة ولا كوبونات شراء السلع للناس اللي يعني مقرشة شوية ولا الواحد مليون و200 ألف شنطة تم تجهزها بالتنسيق مع وزارة التضامن طب اقولك ايه بص كل اللي قدر اقولهولك الدولة وهي بتعمل كل ده اللي انا شايفه كتير وكبير الدولة شايفاء مش كتير عليك خالص مش كتير عليك الدولة بتقولك ده حقك علينا الدولة بتقولك انت ملكش زنب في حاجة الدولة كمان بالمناسبة مهمة قوي انك انت تبقى فاهم ان هي كمان ملهاش زنب في حاجة مصر ملهاش زنب في الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا ومصر ملهاش زنب في الكورونا لحنا اخترعنا الكورونا ولحنا طرف في حرب لكن ادي الله ودي حكمته ووضع اقتصادي فرض نفسه على الدنيا هرجع وقولك لو عندك حد من الاصدقاء الاقارب الجيران عايش في اوروبا بيشتغل او طالب اسأله وقوله يا طرى هل طرى هي البلاد الحلوة بتاعت اوروبا دي البلاد الشياكة دي عاملين ايه ويا طرى كل حاجة متوفرة ولا لا واخبار الاسعار ولما بتخشوا السوبر ماركت بتلاقوا كل حاجة موجودة مش هجاوب انا هسيبها الامانتك خلونا نروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل نتكلم على مباراة الحسم بين مصر والسنغال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنكسب باذن الله طب يا طرى هل طرى والتشكيل المتوقع هيبقى ايه وخطة اللعب الانسب لمصر هتبقى ايه ضفنا العزيز كابتن محمد حشيش لاعب الاهلي السابق احد اكبر كبات النصر الناقد الرياضي احمد عبد الباصط ينورونا جوه الستوديو بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم بصوا بقى مطش الحسم وحدوا الدعا مصر والسنغال بكرا ان شاء الله الساعة سبعة مساء قادر يا كريم نكسب ونكسب بفرق حلو كمان يعني انا برضو ايه غيتت بس خلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الستوديو ابدأ بكابتن محمد حشيش كابتن محمد حشيش كابتن مصر وكابتن الاهلي منوارنا ازاي الحالة كل تمام وصحناك طيب ورمضان كريم ناقدنا الرياضي الرائع الشهير احمد عبد الباصط منوارنا وكل سنة وانت طيب انا المبسوط جدا يا سيوسف ان انا معك قبل رمضان كده وان شاء الله نحتفل بالمنتخب ومع الكابتن محمد حشيش يا رب يا رب يا رب اقدر يا كريم طيب ابدأ برضو بكابتن حشيش شايف ايه على مطشة بكرة بص يعني شايف نظر التفاؤل من الناس كلها واولهم طبعا الجهاز فني واللعيبة ودي حاجة طبعا يعني كويسة بص احنا لو اتكلمنا على يعني على الورق المطش صعب جدا قدرات مختلفة قدرات جمدة الـ 210 دقيقة للابناهم سواء الـ 120 اللي هناك في نهاية افريقيا او الـ 90 الابناهم هنا تفوق ملحوظ طبعا هجمتنا على استحياء ما بين كل فين وفين تعملك واحدة كده هم هجمتهم خطيرة كل كرة بتعتبر خطيرة عندهم فلو كلمنا بالورق وقلم وفرقات والقدرات والمهارات والأطوال والسرعات واللي 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 والنتيجة اللي هي في عرف الكرة بتعتبر برضو يعني كويسة ومش كويسة دي هتودينا في اتجاه عدم التفاول انما احنا كلنا عارفين كرة فيها نسبة توفيق غير عادي بازل جهد مطلوب الدعا مطلوب زي ما انتا بتقول ان شاء الله بإذن الله ربنا يكون يعني اللعيبة دي في حالتها لانه هو اهم حاجة في المباراة دي ان اللعيبة تبقى في احسن حالتها في يوم المباراة وممكن يكون العكس النحاة التانية مش يومهم سيئين مش قادرين يقفوا على رجليه وارد كل حاجة في الكرة بتعمل اللي عليك قبل المباراة من تدريب واستشفى وحاجات كتير جدا وبتوصل لغاية المباراة تلاقي جسمك مش قادر تلاقي يعني مش ماشية فاحنا بنطلب دي انها تكون موجودة طبعا ليه فريق السنغال وبنطلب من ربنا العكس ان احنا نبقى كويسين وبنقول يا رب كله ان شاء الله ابو حميد من وجهة نظر النقد الرياضي وفي اطار الاستبدالات اللي هتحصل بسبب الاصابة وبسبب الانذارات فاحنا هنزل اتنين لعيبة تانيين حلو خالص تظل ايه؟ والله خليني في البداية برضو مش هظن على قد ما هقول انه التلاتة وعشرين لعب عندنا هم لعب الرجالة عارفين صعوبة المباراة صح وعارفين انه الوضع فرقة ما جابتش فيه جون بقى لها متين وعشرة دقيقة وفضل تسعين دقيقة وتحقق الحلم الحلم يبقى مزدوج ان انا انا روح كاس عالم وان انا بقى اثبت انه كنت انا لحق ببطولة الامم لان انا رايح لك بطولة الامم في النهائي كنت بتكلم مع حضرتك ايام اياه فهم دخلة احنا رايحين ليهم بعد مطش زيادة عليهم بالتوقيتات الاضافية لانا لعبتها وراح لهم اقل منهم في الايام راحة لما جينا لعبنا مطش مصرح نكسبنا بس صعوبة المباراة انه هاد الوقت مطش العودة على ارضهم وسط جمهورهم هم كانوا فنيا هنا عليين ما عندناش مشكلة ولكن النهاردة كيرو شوا بتكلم قال يا جماعة مفيش فريق بيستحوز مية في المية بس انا من نوعية لو استحوزت خمسة في المية من المية في المية قدر يجب فيهم جول فبالنسبة له عنده ثقة وانا بحيي جدا على تصريحاته اللي بيطلع يقولها في توقيتات معينة هو بيختارها بيوصل يا اما رسائل للجمهور يا اما رسائل للعيبة بتاعته وكان بيستغل تويتر في الموضوع ده لكن انه يبقى موجود ياسر ابراهيم انا مش الان لانه ياسر نزل المطش اللي فات شال جنين فالطبيعي جدا انه اللعيب اللي هيدخل سواء علي جبرة وايمن اشرف وهم الاتنين الاقرب ان يبقوا موجودين في المكان ده انا مش الان من الحتة دي خصوصا ان الراجل بيعمل طريقة والكابتن محمد حشيش فنيا قادر مني في ده الراجل عامل طريقة انه هو بيعمل سلاسيات في الملعب تلاقي انني رامي على عمر جابر ومع محمد صلاح تلاقي حمدي فاتحي رامي مع انني ومع عمر جابر تلاقي انني مع الاتنين قلب الدفاع تلاقي السلية الناحية التانية مع فتوح ومع تريزيجي او مرموس فاعتقد حتة التأفيل هو بيعملها كويس بدليل احنا لما وصلنا ضربات جزاء في بطولة الامم ده ما بيدلش على انه امر عشوائي او ان احنا فريق دفاعي هو فريق خطة والناس اللي زعلانا انه الاداء عندنا مش في افضل صوره ده طبيعي لانه احنا من 2010 كابتن محمد ما بنوصلش بطولة الامم ثلاث مرات ما بنوصلش كاس عالم بقالنا 28 سنة والبداية في البطولة دي بالزبط لما جاء كوبر استلم منتخب شاف ان القماشة اللي معاه مقدرش اوصل بيها غير انها لازم ادافع لما كنا بنقول باصل صلاح ونجحت الخطة ووصلنا بطولة الامم والنهائي قدام الكاميرون وخسرنا في الجابون ووصلنا كاس العالم الراجل لما جي استلم منتخب بعد كابتن حسام البدري وبعد اجيري منتخب ما كانش ليه ملمح والملمح الوحيد الباقي عليه هي صبغة كوبر الدفاعي فهو استلم منتخب دفاعي ودخل في المعمع على طول هو جي دخل في المعمع علعب ليبيا وعلعب انجولا وعلعب الجوون بدليل انه كان بيكسب ليبيا هنا واحد بيطلع يكسبهم بره 3-0 لانه هو عنده اريحية انه هو يلعب بالورق بتاعه لكن في النهاية هو بعرف يدافع بعرف يوصل اللي هو عايزه في مباريات لا تلعب ولكن تكسب تكسب بقى بالخطة ما تجيش تقولي انه الاداء انا فعلا من مباريات الزهاب الان بس احنا برضو كنا قلقانين قبل ما نلعب مطش الزهاب صح ولا غلط صح لان انا جاي للمنتخب الاقوى في القرى جاي للمنتخب الافضل التصنيف الاول وانا تصنيف تاني ولكن بعد المباراة كان المردود مختلف تماما انا جبت جول كسبت هي هجمة واحدة اللي عملتها هجمتين جبت منهم هدف طلعت باللي انا عايزه وانا واسك ان احنا نقدر نعمل ده لو احنا مضغوطين هم كمان مضغوطين عامل الوقت عندهم هيبقى مهم بالنسبة لهم علشان المباراة على ارضه طيب انا ارجع لكابتن حشيش انا في المباراة جاية يا كابتن اكسف الدفاع بتاعي جدا علشان ما حدش يعرف يقربلي ولا انا اكسف الهجوم بتاعي جدا علشان اقدر احقق اهداف وفي نفس الوقت اشغله طول الوقت عن الشبكة بتاعتي الوضع الطبيعي بتاع المباراة اللي زي بوكر دي ان شاء الله يبقى فيها سيناريوهات وفيها تأسيم للوقت يعني معروف ان في المباراة المهمة او اي مباراة عموما اصعب وقت اللي هو اول ربع ساعة وخصوصا لما تلعب على الارض الخصم في مباراة زي دي والخصم مغلوب عنده عامل الوقت معدوش الرفاهية بتاعته كل ثانية بتعدي وكل دقيقة وكل ربع ساعة وكل نصف ساعة بتزود عليه الضغوط لان هو لازم على الاقل في المرحلة الاولانية يجيب هدف عشان يتعادل ويبدأ يبص للمكسب عشان كده واحد صفر مزيتها لو هنتكلم على الايجابيات بغض النظر عن الاداء ان انت برضو انت اسمك كسبان كسبان السنغال هنا هو هناك ما كسبكش هو لاب معاك ضربات ترجيحية عشان حد هو اللي حيفوز بالبطولة هنا انت المباراة بغض النظر انه هاجم وضاغط وضيع وكده انما انت كسبان مصر فازت على السنغال هو انت رايح بتحافظ على هدف جبته غير ان ما يكون رايح مثلا صفر صفر مش بتحافظ على حاجة اللي عب سجال بقى انما انت بتحافظ على حاجة هو عايز يحصلك عايز يجيب جون عشان يتعادل فالوقت صعب جدا ضغط برضو الجماهير هيبقى عليهم لان الجمهور هيبقى مستعجلة كتر منهم كل ديها بتعدي مش عايزين يخشوا في سيناريوهات الشغط التاني الصعبة فهو عايز على الاقل يطلع الشغط الاولاني جاي بهدف عشان يرجع البداية تاني مصر ما ينفعش تبدأ المباراة انها هتهاجم او تضغط من فوق ما ينفعش لان الضغط من فوق ده اولا محتاج مجهود مبكر انت ممكن قد تحتاجه بعد كده وقد تحتاجه في الوقت الاضافي اللي ممكن يتعمل ولان انا فرصتي وانا اللعيبة بتوعي فرش وزي الفل وبداية المطش فانا كسف هجومي وهم لسه بكمل طاقتهم قبل الاجهاد انا كسف هجومي معناها ان انا لازم استحوز وأقدر أنقل بكورة من نص ملعبي للنص الثاني وألعب على اللجنة بوبدي بصراحة دي مش عندنا دلوقتي عشان بس نتكلم صح دي مش عندنا احنا بنعتمد على يعني الكورة طويلة احنا حتى التلاتة بتقع نص الملعب عشان ما فهمش بلاي ميكر واحمد عارف الكلام ده فمش قادر تعمل الاستحواز فبتضطر تلعب اللعب الصريحة بين المساكين وتلعب كورة في الحتة الفاضية دي ممكن تجي لك وتبقى مناسبة قوي للمبرارة اللي هناك لأنه هو أعتقد أنه هو على أرضه قلنا الكلام اللي فاتده أنه لازم يضغط بديه أنه هو يضغط من أول دقيقة يخوفك يجيب فيك جون مبكر يلقبطك يقول لك لأ ده أنا جاي لك بقى تاني واخد بالك فممكن يتلاقي مساحات وراء المدفعين اللي هي بيوجدها صلاح لأن صلاح مش عايز لها بمقفول لأنه هو قريدي أي مطش صلاح بلعب فيه بيبقى الباك اللي مسكه وفيه واحد مقرب وفيه المساك ميل كمان إذا ما كانش الديفندر ميل نحيطه فبيبقى مخنوق في الحتة دي فهو فرصة صلاح في المساحات أعتقد برضه لو لعب مرموش أو تريزي جي عندهم الحتة دي فممكن إحنا نستغل السيناريو اللي واحد بيفكر فيه أن خلال الضغط ده أنت تقدر تجيب حاجة ودي حتفرق معك جدا دي ممكن تربك الحسابات بتاعة السنغال أهم حاجة لو ما حصلتش مقدرتش تجيب حاجة ما بدخلش فيك هدف مبكر لأن هدف مبكر المطش هيبقى متعلق على جون درب الجزاء غلطة كرة فاول من برة زي الفاولات الكتيرة اللي احنا برضه أخطأنا فيها وعملناها على الثمنتاشر بتاعنا خلال المطش اللي فات ودي كانت أنت كل كرة بتبعى الثمنتاشر عندنا بنعمل إيه؟ يا رب ربنا أستر لأن عندهم أطوال وعندهم ناس وفعلا كزا واحدة كانت خطيرة هناك تبقى أخطر فزي بقولك أهم حاجة اللي تتقسم مباراة وتطلع الشوط التاني على الأقل صفر صفر الشوط التاني له حكاية ورواية أن انت برضه بتقفل هو حيزيد كل الوقت ما بيعدي حيزيد الضغط بتاعه الباك اليمين اللي كان بيطلع والتاني مستني لا الاتنين هتلاقيهم طلعين هتلاقي الاتنين الديفندرات واحد منهم مكمل بقى أما أنت لازم أصلي يعني خلاص أنت بتتكلم أنك لازم تجيب حاجة عشان على الأقل التعادل دي ممكن تخلق مساحات نقدر إحنا يعني نخطف حاجة طيب أرجع على أحمد عبد البوسط في رأيك بقى أنا أستخدم صلاح الهدف ولا استخدم صلاح المغنطيس يعني إيه؟ يعني يا صلاح الهدف اللي أنا عارفه أنه هب ترك هيجيب جول وبالتالي هيستخدمه بهذه الطريقة أو المغنطيس اللي هيروح سحب لي الفرقة بتاعت السنغال ناحيته علشان طول الوقت هيبقوا قاعدين قلقانين وأبقى أنا بستغل لهدفين تانين طيب هو للإجابة على السؤال فيه كم حاجة لازم نتكلم عليها أولها أنه الربع ساعة الأولى دايما يا أستاذ يوسف في أي مباراة دي اللي تقدر تخطف فيها وده اللي عملنا هنا فعرف كرة القدم أنه أول ربع ساعة بيسموها مرحلة جس النبض للفرقتين اللي بيحافظ كويس وعرف يخطف بيسرق المباراة وأحسن وقت تجيب فيه هدف تاني اللي هو بعد ما خصمك بيجيب هدف أو يجي فيك الهدف التاني ليه بقى؟ لأن أنت إما مش في كامل تركيزك فبيجي فيك جول تاني يا إما الفرقة التانية فرحانة ونشوة الهدف تقدر تجيب فيها جول إذا إحنا مختلفين عن كابتن حشيش آه أنا اختلفت هنا شوية مع الكابتن محمد بس طبعا فنين أو ممكن يكون الكابتن محمد تناول من ناحية واحدة لكن أنا بتناول الموضوع أنه الربع ساعة الأولانية ورد جدا أنه تقدر تخطف هو هيلعب عليها كارلوس كيروش لأنه بعد الربع ساعة الأولانية هتبان ملامح واستراتيجية سي سي اللي بيلعب بيها لأنه احنا برضو ما نفكرش من اتجاه واحد فيه واحد تاني مقسم المباراة زي ما الكابتن محمد قال قاعد قصادنا هم بيقروا بعض بعد ربع ساعة إسماعيل صار هيلعب ازاي ساديومان هيلعب ازاي فأنا لو هستغل محمد صلاح بناحية المغناطيس أو أنه هو هيسحب لي الفرقة الناحية التانية مقدرش أحكم على ده لأنه احنا شفنا محمد صلاح في مواقف في مبارات الزهاب عمرنا ما شفناها فيه في ليفربول أو في مصر صلاح طلع كرتين واحدة من عال 18 واحدة تانية من قلب الثمنتاشر المطش اللي فات فإذا صلاح ده صلاح كان شغال مغناطيس من داخل منطقة الجزاء بيطلع كرات من عندنا لأنه أكتر واحد صلاح عارف قوة المنتخب السنغالي ومفاتيح اللعب الكتير اللي عنده فعشان كده كان صلاح بيعمل أدوار مضعفة فيه كرة ساديوماني خدها وجري بيها من عنده 18 وصل 18 بتاعتنا لو شفنا لو الزمل اللي جابوا صورة هنشوف إنه اللي بيجري جنب ساديوماني هو محمد صلاح قطع من 18 عال 18 لأنه أكتر واحد عارف مانيه بالزبط أكتر واحد عارف وفيه ساديوماني كمان بيبص لقى جنب على يمين ولقى جنب محمد صلاح فده بيزود البور وده بيزود السرعة لأنه مانيه بطبيعة الحل برضه هو أكتر واحد بطرقة السنغال عارف صلاح وفي نفس الوقت صلاح ما كانش حد ممكن يلحق اللي هو لأنه هو السرعات جنب حتى القرى صلاح في جريته خلى لعيب يفتح لساديوماني كان ممكن اللي اتنين ياخدوا اتجاهات معينة في الهجمة المرتدة تحسم لكن وجود صلاح بسرعته لو لعيب بطيء شوية كان ممكن يدى حل لساديوماني يطلع على حيط الجنب شوية ويقدر يسدد لكن هو جريت صلاح على نفس الاتجاه زنقت شوية أو خنقت على ساديوماني فاللن أنا أقصده من الكلام أو الناتج يعني أنه كروش مدرب زاكي هو هيلعب على الخطفة بكر لأنه من رابع المستحلات أنه يفتح الملعب قدام أليوس سي ومن رابع المستحلات أنه أليوس سي يفتح الملعب قدام كروش مصطفى محمد لما كنا بنشوفه والتلاتة اللي عندنا محمد صلاح لما كان بيتناوب مع مصطفى محمد في الضغط على لعيبة المنتخب السنغالي كنا بنضغط من نص الملعب علشان نجبرهم كل بالي أنه يلعب الكرة العالية فكان بيعمل ده شوط الأول كله كنا بنقطع الكرة وبنرد وبنبني هجمات بعض الأوقات وده اللي جن منه الهدف اللي السلائي عملها وأحرزنا هدف صلاح استراتيجية المباراة بكنا مش هنقدر نحكم عليها غير بعد أول ربع ساعة وحسب حالة اللعيبة ودي اللي تكلم عليها الكابتن محمد في أول مباراة حالة اللعيبة سواء السنغال أو سواء مصر في يوم المباراة بتفرق جدا لعيبة ببقى متقلق لعيبة بقى شفايق وبتبان زي ما أحمد قال بعد ربع ساعة أنا يعني في تفكير في دماغي طبعا هو مش هتعمل يعني كروش طبعا بيلعب أنت عارفنا بيغير لتكتيك ولا لعيبة ولا حاجة أنا كان نفسي صلاح يلعب قدام في حتة راس الحربة بكرا ويريح مصطفى ويلعب بترسجو ماربوش ويريح مصطفى ويلعب مثلا أو زيزو ليه بقى أنت عندك صلاح ما بيروح نحي تريمين بتاعته عارف اللعب على الخط بيقى صعب قوي آه هو بيجدها وكل حاجة بس تقدر تمسكه كويس قوي بكلفت معاه وتقرب المساق ومحدد إقامته في حتة آه طبعا بتقدر إنما نفس الملعب بتديله راحة قدام إنه هو يمين وشمال يعني هو ممكن يربك المدافعين في الحتة دي يمين مساك يروح لأن الصلاح عشان حد يمسكه لازم واحد معاه واحد قريب منه فدي هتعمل خلخلة بالنسبة للاتنين المساكين وفي نفس الوقت أنت عندك سرعات بتاعت زيزو لو لعب أو تريزيجي ومرموش أو يعني أيا كان حد فيهم برضو أنت محتاجها لأن أنت هيبقى عندك هيبقى عندك مساحات لو السنغال بمرور الوقت لازم تهاجم وتضغط وإذا بقولك الباكين وكده وهم التلاتة عاية فحتلاقي مساحات ممكن لتجاهته تروح على الصلاح تتلاقي بلزيزو يروح أو العكس مع مرموش أو تريزيجي فالحتة دي أنا أمنية حياتي أن هو يفكر فيها لأن مصطفى برضو في الحتة يعني أول يعني المطش اللي فات والمطشات اللي كانت في إفريقيا برضو أنت ما استفدتش برأس حربة كرأس حربة لأن أنت ما بتلعبش عرضيات اللي هي بوجودها مصطفى واللي هي الميزة الوحيدة اللي فيه يمكن مصطفى بيلعب دماغه كواسي أو إنما على الأرض برضو يعني فممكن أول حتة دي تفرق مع منتخب مصر في المباراة دي أعتقد أنه يعني ممكن يفكر فيها وأنا بقول إنه هو مش هفكر فيها هو هيلعب برضو بنفس التشكيلات هو راجل بيغير في أضيق الحدود حد يتصاب يبقى في حد يلعب بدله دي كويسة في حتة التجانس إنه بيثبت التشكيل ويبقى فيه تجانس بكل حاجة بس برضو لكل مقام المقال يعني لكل وضع أو كل نتيجة وإنت عايز إيه من المباراة وإنت حتبدأ إزاي وإنت محتاج إيه وبعد ربع ساعة وبعد نص ساعة يمكن يبتدي كده ويرجع مثلا الشوط التاني يبتدي يغير يعني طيب يمكن تعليق أخير من زميلنا صديقنا أحمد عبدالبوسط على مباراة بكرة توقع نتيجة والله أتوقع إنش أنا متفائل إنه حنختف هدف هدف يربج حسابات السنغال تماما لإنه هدف خلاص هم حتاجة جيب ثلاث أهداف علشان يكسب اثنين واحد أنا أصحب فبالنسبة لنا هدف أتمنى إنه دا ليحصل بكرة وأتمنى إنه مصطفى غرباء الحكم مباراة بقى في حالته كمال لإن حالته بتبقى زي زي اللعيبة الحكم لو فايق وفي حالته ما بنطلبش أكتر من العدل يعني هم مش طالبين أكتر من العدل طبعا ولكن في النهاية أنا متفائل فيه على الفار حكم ألماني موجود يقدر برضو العودة إليه في الحالات كل الاستفادات بقى اللي بتحصل من الجمهور السنغالي وأنا شايف وجهة نظر يعني دا أمر طبيعي كرة القدم بتلعب داخل الملعب وخارج الملعب أمر طبيعي ومعتقدش إنه هم ينادوا على سادي وماني قدام صلاح فده يفرق مع صلاح أو يأثر عليه في المطار صلاح يعني عدى الموضوع ده زي ما هو وصل للمرحلة لقد عدى بمراحل يعني فمرة كنا في الجبون بسأل محمد صلاح كانت بعض الناس بتنتقدوا قال لي أحمد أنا ما ببصش لا على يمين ولا على شمال أنا بص قدامي أنا بلعب أنا بص قدامي بس يعني هو مش مثلا قال لك ببص وراي لا ألا ببصش على يمين ولا على شمالي ببص على يمين ولا على شمالي لما أكون في الملعب بس غير كده أنا مفكرش عشان كده ده سبب من أسباب نجاح محمد صلاح حقليته طبعا ما شاء الله وإحنا عايزين حداشر صلاح مش بأداءه كمان بتفكيره طلقت التفكير صح التركيبة دي أنا عايز أشكركم جدا نورتونا وشرفتونا وإن شاء الله وش الخير والسعد بارك لك وبكرة معديين بإذن الله ربنا كريم كل الشكر لكابتن محمد حشيش كل الشكر لنقضنا الرياضي أحمد عبد البسط نورونا وشرفونا في فقرتنا الرياضي المقتضبة نوعيا لحين ملمطش بس بإذن الله يعدي على خير بكرة هستأذنكم هنروح لفاصل نرجع بعض الفاصل مع مولانا دكتور أحمد كريمة استنونا بعد إذنكم أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم وطبعا جيد الوقت بقى معدنا مع فقرتنا المفضلة ولقاءنا مع مولانا وفقهنا المفضل فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم بارك الله فيكم وأعاد الله رمضان على الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات اللهم أمين رمضان يا مولانا وأهمية رمضان وما يمثله رمضان وأفضل الأمور التي يجب أن نحرص عليها ونحن لسه مقبلين على الشهر المبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يمثل للمسلمين أمورا مهمة للغاية تتمثل في أمور ثلاثة أولا انزال القرآن الكريم سواء الإجمالي من تحت عرش الرحمن إلى السماء الدنيا الأولى كان في شهر رمضان وهو المعنى بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأيضا الإنزال التفصيل في ثلاثة وعشرين سنة المعنى بقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين في سورة الدخان من أول اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى قول الله في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تلتاشر سنة في مكة وعشر في المدينة ثم إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله كان يعتكف لمدارسة القرآن الكريم مع سيدنا جبريل عليه السلام كما في صيح البخاري بالسند أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده بالخير من الريح المرسلة المعلم الثاني سيد الكريم الإعلام الواعد السيد يوسف الحسيني أن النبي نبئ في رمضان يعني جاءه الأمر بالنبوة في رمضان ليبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم لكن نحن الأسف بنغفل عن هذه القيمة الكبيرة جدا أو عن هذا المعلم يعني كان من المفترض أننا نعي نحن المسلمين أن البعثة النبوية المحمدية الرسولية كانت في شهر رمضان من لحظة اقرأ باسم ربك الذي خلق لست أدري إلى الآن لماذا تخلو التقويم الإسلامية عن تأريخ البعثة النبوية في شهر رمضان لست أدري الأمر الثالث أن فيه شعائر عبادية ينفرد بها شهر رمضان طبعا معروف الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس قلوا واشربوا حتى يتبع لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني المغرب بغروب أو بتمام غروب الشمس في نوع من الصالة معروف بيقتصب رمضان صلاة القيام أو الترويح في نوع من الزكاء أو الصدقات بنسميها صدقات الأبدان ألا وهي صدقات الفطر ثم إن العمر في رمضان بتعاد الحج ثم إن رمضان في خير الليالي أو سيدة الليالي ليلة القدر وإن كان بعض المسلمين أو معظم المسلمين يتوهمون أو يظنون أنها ليلة لمزادات الدعاء لحظوظ الدنيا والأمر ليس هكذا فإن السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع إن وفقت ليلة القدر قال يا عائشة قولي اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فعفو عندي بطبيعة الحال هذا زخم عظيم بيمتز به شهر رمضان فيجب كما تفضلت نتعايش معه ليس بالمآكل والمشارك لا نحن نريد الزخم الوجداني إنما مش حظوظ المعدة لأن سيدنا الإمام أبو حمد الغزالي رضي الله عنه في كتابه المات أحياء علوم الدين قال الصيام على ثلاثة أنواع صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص صوم العوام يعني امتناع عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية من طرع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس هذا صوم العوام لكن صوم الخواص الصوم عن المعاصي والسيئات نأتي لهذا العام أعلى أو أشد أو أبشع أو أفضع المخالفات أو المحظورات أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل أبشعها رفع الأسعار احتكار الأقوات أو دي من أبشع الجرائم أنا لسه أدري كيف أن إنسانا يحتكر أقوات الناس الضرورية اللي عليها قوام الحياة في شهر مبارك كمان مشكلة مشكلة جدا فده لا أدري يعني كيف يصوم يعني المثل الدارج الشعبي يقولك سام سام وفطر على بصرة يعني بصرة يعني ما فيش صيام ولذلك الرسول على السلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والآن أنا بقول للتجار من الآن بقول للباعة سواء كانوا بالجملة أو بالقطاع أو بالتجزئة وعي يكون متصور أنه هو لما يقف في السوق أو غير السوق ويغلل على الناس الأسعار أو يحتكر الأقوات ما بيقولوا إيها بها حتى أبل ما طلع الفصل كده يقولك هي تجارة واللي عاوز يشتري يشتري واللي مش عاوز يشتري هو حر لا ومش هو حر حضرتك الإسلام بيرشد إلى أولا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه واحدة الأمر الثاني الرسول على السلام دعا لمن يرفق بالناس اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه المحتكر خاطئ وملعون والجالب اللي هو بيستورد وللناس مرزوق اللي بيحتكر الأقوات الرسول يحذره أن يصيبه الفلس والجذام يعني الأمراض والعزب الله السيئة فهنا حضرتك هذا أمر الأمر الآخر مثلا فيه انسياب المرور في الشوارع يعني بعض الناس في السيارات إذا كان يجيد القيادة ممكن يضيق الناس ويعطل المرور ما هذه معصية تعطيل مصالح الناس فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة لأ أخير أنا عايز أمشي بدري هو عايز يجي عشرة ويمشي اتناشر هذه خيانة 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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك لكن يجي تلبس إبليس يقول له وإحنا بنشاء الله يقد فلوسه لا أنت تعاقدت وتعلم أن الدخل كذا يبقى هنا في صورة المائدة أو فوق بالعقود تاني حاجة حالة الهاجان من بعض الناس خاصة المدخنين في البيوت يعملوا حالة طوارق بقى أن السيادته صائم لو هي المرأة من الصائمة لك بعيدوا عن وشي لو هي الولادة من الصائم لا ليس الأمر هكذا نريده أن نستعذب الصيام طيب أنا عايز أستأذن أطلع فاصل وعايز أرجع بعض الفاصل على مسألة استعداب الصيام دي حلوة أوي نعم وإيه هو صيام خواص الخواص حسنت حسنت خلونا نروح للفاصل ونرجع مع مولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة وصدى فقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا طيب خلوني هستأذنكم نجدد ترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكنا نتكلم على مسألة صيام خواص الخواص طبعاً واللي أبليك قلنا صيام الخواص اللي هو الصوم عن المعاصي والسيئات أيه أما صوم خواص الخواص درجة يعني سامية للغاية أن يصوم القلبه عما سوى الله شوف ده مقام الشهود إذا تكلم فبالله وإذا مشى فبالله وإذا ناوى فبالله هنا بقى المعي مع الله سبحانه وتعالى فلا يرى في الكون كله بعين البصيرة إلا الله سبحانه وتعالى الثلاثين يوم لا تخطر لي خاطرة دنيوية كلها في رحاب الله ولذلك حضرتك يعني أحسنت أن أنت اخترت لنا سوم خواص الخواص لإحنا عايز أنه نبه ربات البيوت إحنا بنضيع أنفس وقت في السنة في أمور الدنيا يعني حضرتك مثلا الآن وفي بداية رمضان لو أن نبتدى الشعب الحمد لله يا فق من هذا اللي هو تخزين المواد الغذائية ياريت نقل عنها ويبقى يوم رمضان يوم عادي ولا نجد أزمة لحوم ولا سمك ولا دجاج ولا مش عارف أول يوم وكأن القيامة قامت ما تخيله يوم عادي أدي واحدة الحاجة الثانية حضرتك للأسف خلاصة رمضان بقى الثلث الأخير أنت عارفت أن سيدنا النوع السلام جزء رمضان إلى ثلاثة أجزاء أوله رحمة وسطه مغفرة وأخره عدكم من النار أوله رحمة بيروح للعزمات والمآدب إحنا ما نمنعش صلة الأرحام ومبرة الزملاء والأصدقاء لكن لو كان الطعام بسيطا وغير مرهق لا على البدن في البيت على الطابق خليها المرأة غالبا وأنا على الجيب إنما حضرتك إحنا عندنا للأسف صورة منكرة من الإصراف وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا المبذرين كانوا إخوان الشيطين يعني مماثلين للشيطين وكان الشيطين ربيه كفورا لماذا لا تكون العزمات في حدود الحاجات الضرورية يعني المثل بيقولك لقيني ولا تغديني مثلا إنما لماذا نصنع طعام يكفي ثلاثة أربعة أيام أو يلقى في القمامة أو أي قضي المشكلة يعني ساعات كتير جدا من أمهتنا وزوجتنا وأخواتنا يقولوا إيه ما هو اللي مش هيتكل في عزومة النهاردة هناكلوا إحنا بكرة قد تتدجر أو تتأفف النفس يعني أذكر أنا في إحدى لما كنت في إعارة السلطنة عمان الحبيبة ورحمة الله على السلطان قووس لأن عصرته ست سنين كان حكيم العرب وهي بلد مسلمة جدا وشعب العماني وشعب مسالم فالمهم دخلت محل شركة مصري مثلا بالكلوات بقى سواء فكاء أو خضار كان معايا زميل في الكلية والمصري فرط كندي فالإدو بيشتري بالثمرة واحدة يعني تفاحة فأنا بأسأله كده على ما أدي أعرف على المتاصر من الإنجليزي قال لا أنا بأقول فرش أنتوا عرب تخزنوا الأكل يوم واثنين وثلاثة أنا بأقول فرش تهدي يوميا هو ده اللي أمر بالإسلام صدقتي فالشاهد لماذا لا تكون العزومات أو المآدب أو الولائم خفيفة بسيطة سهلة في متناول الطاقة البشرية ومتناول الجيب هذه واحدة الشيء الثاني لماذا نضيع العرش الأخير من رمضان الناب كان بيعتكف فيه لمدارسة القرآن يبتدي البيوت تشد طوارئ لكسوة العيد والكعك والبسكويت يبقى احنا ضيعنا أوله رحمة وضيعنا الثلث الأخير وأخيره عيدكم من النار وما بين ده وما بين ده عما ليه نلهس وراء المآدب وراء ياريت ان احنا نعيد طيب احنا برضو عايزين نفرحة مولانا ايوة بصاج الكحكو وصاج البسكويت ولم تلعيه للصبح على الفطار بتاع أول يوم العيد ماشي احنا لا نمنع بس الرصالة السلام بس بالعقل قسم لنا الوقت وقسم لنا المهام وقسم لنا المسئوليات يعني ما سنقول ايه ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق وان لزورك يعني المعدة والحلق عليك حق وان لربك عليك حق فاعتي كل ذي حق حق اقول لهم حق الله احنا بقى ما نقولش سادح مداح لا نريد الترشيد يا سيد الكريم الترشيد وبرضو بنختنم بنقول يا ايها الشعب الطيب المتدين منذ قبل التاريخ نريد ان يكون رمضان فرصة للالفة والمحبة وترشيد الانفاق انما النفس البشرية شوف بقى ما بيروح السوق يشتري قد لا يحتاجه ليه لان العرب قالت ان العينة تأكل قبل المعدة كل اللي يرعز يشتريه لا يا سيدي برضو حضرتك احنا نغتنم رمضان نريد اللحمة المجتمعية لها حق على الناس يعني من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فقط قفر بما انزل على محمد لماذا نرضى حضرتك من اعمل طبق رمضان للمتعففين ونغرس في ابنائنا ان هما يذهبون الى بيوت المتعففين في كل حي في كل عزبة في كل ناجع في كل كفر في كل قرية وهكذا بحيث اني بفضل من الله عز وجل هؤلاء الناس اطعام الطعام اشوف حضرتك الانفاع السلام لما سئل عن ارق السلوكيات قال اطعام الطعام مدأ بيه وبعدين الافشاء السلام ان تسلم على من تعرف ومن لا تعرف ايضا من منبرك منبر التاسعة مساء اريد ان اقول شيئا يعني محبب الى النفس نريد ان احنا نزداد اللحمة الوطنية يعني يمكن اخوتنا اهل الكتاب من المسيحيين تقريبا بدءا من السلوث الاخير بينتهي صيامهم لو كن اي مستمو انت لك صديق او معرفة مسيحي متعزمه معك يريد اعزمه يفطر معك انا اقول لك على شيء حصل لامس والله العظيم القس ناصر من مغاغة في محفظ المينية اتى لي امس بشوال في خمسة وعشرين كيلو فول مدمس تسلم يا بونا تسلم يا بونا شوف المحبة شوف المحبة فاحنا نريد ايضا نغتنم شهر رمضان انا مرة في احد المحلات الكبرى فانا طبعا بشتري يميش ترشيدا على ادي يعني فوجدت احد رتب الكنسية ايضا بيشتري يميش رمضان فابتسمنا البعض هو انا طبعا لابس العمه و لابس زي الكنوات فبقول لي شوف انا برضو بشتري العمامة البيضاء والعمامة السوداء نعم قلت له هي دي مصر هي دي مصر طبعا مولانا انا عارف انك انت في الضحية كمان بتوزع على جرانك من اهلين المسحية طبعا و ده اللي عمله سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يا دي انا عارف لان انت عندك جران مسحيين بتوزع اليوم من الضحية عائلة طبعا ده ده يعني شرف لي لان دولة دي مصر و ده برضو انا بقترب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن عبدالعزيز يعني سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما ذبح الاضحية فقال لخادمه ابدأ بجيراننا فالخادم تبسم قال له اول جار لنا في دمشق جار يهودي قال ادفع له فهو له حقان حق الجيرة وحق انه من اهل الكتاب انا اريد ايضا ان الفت الى خلق يجب ان انبع عليه مع اغتنامنا يعني لما تفضلتم بالوقت فيه ارجو مروج الاشعات يتقوا الله في رمضان ارجو الاسراب المغردة خارج الوطن ان تراجع نفسها وتعود الى حضن الوطن فخيركم خيركم لاهله طبعا ده المهبي غرد برة ويتأمر على بلده ويطلق الاشعات ويطلق الادعات اهي كل عالم كله الان وانا احييك على الفق على مرة حلقة اقتصادية كانت مقنعة منك جدا صراحة العالم كله بيمر الان بازمة خانقة اقتصادية ليست مصر والحمد لله احنا مش مخنوقين الاسواق ممتلئة الخضار الفاكهة المواد التموني اي مواطن يدخل اصغر محل بآله وبسعر ما هقوله موجود فاحنا نريد انا بأبو اناشر الذين يغردون خارج السرب عودوا الى وطنكم ولا تروجوا الاشعات فخيركم خيركم لأهله صحيح احنا بشكرك مولانا اوي 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 على الكلام الحلو ده انا هتذكر كان عندي مدرس الله يسامحه رب وجزي كان اخوان كان بيدرسنا دين واحنا صغيرين في المدرسة فافتى قتله الله والله العظيم او سامحوه يلا ربنا يهدي انه لا احنا في لحوم الضحية ما نديش المساحين اعوذ بالله حكتلي فمرة وقلتلي حكاية دي وحكتلي على سيدنا عمر لبن عبدالعليس قلت لو قلت الزمن تعدي بيه الورا لكت كلت بني الراجل ده لا لا وقان الله شر الجهل دس والتعصب نجانا الله من التعصب والجهل لكن لو هذا المعلم بقى قرأ قول الله في سورة الانبياء وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اشكرك مولانا كل الشكر لكم كل سنة وحضرتك طيب وبيك صحة وسلام عليك وعلى عيلتك والبيت كله وعلى كل بلدنا وعلى كل الإنسانية ربنا يا رب يكتب الخير لكل الإنسانية وتهدى الحرب بقى محدش بيحب الحرب كل الشكر لمولانا الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وعنلتقي طبعا أكيد مع مولانا في رمضان أنا عارف أن أنتم مستنينين وبإذن الله سبحانه وتعالى يبقى موجود معانا بشكل منتظم وخلصت الحلقة الحد كده الأمر اللي هم من قبله من بعد بعد ما هنخلص على طول هتلاقي دقتين ودخل علي الكريم رمزي ورقم عشر وتحليل ولا أروع مما لا شك فيه فيه انتظار يعني تحليل السيناريوهات المنتظرة المنتوقعة لمباراة بكرة إن شاء الله أكم بالخير هنكسب بإذن الله بالخير دعوتك يا مولانا بالخير يا رب اللهم آمين ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة بإذن الله وبرنامجكم التاسعة شكرا لكم شكرا لكم